سنستفيد من بيانات الختيب البارع والسيد الورع حجة الإسلام والمسلمين السيد قاسم جلالي أطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد الحفل الكريم الأخوات الكريمات الإخوة الأكارم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف نبارك لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه ولمراجعنا العظام ولكم الإخوة والأخوات الأكارم ذكرى ميلادي سيدتي نساء العالمين من الأولين والآخرين السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ورد في الحديث عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم قالوا على معرفتها دارة القرون الأولى ماذا يعني هذا الحديث؟ على معرفة فاطمة سلام الله عليها دارة القرون الأولى معنى ذلك يجب علينا أن نعرف فاطمة يجب علينا أن نعرف فاطمة يجب علينا أن نخلي حياتنا في الواقع على طبق حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما يقولون على معرفتها دارة القرون سارة القرون الأولى يعني أيها البشرية أيها المؤمنون أيها المؤمنات تعلموا من فاطمة خلي تكون سيرتكم سيرة فاطمية عندما نقرأ شنو نفهم من هذا الحديث؟ ماذا نفهم من أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما ولدت أشرقت السماء بنور فاطمة وهذا السؤال يطرح وهذا السائل ترى من حق يطرح هذا السؤال ما يريد يطرح تعنت ولا يريد يطلح مثلا من باب أنه لا يؤمن لا يريد يقول مثلا قبل ألف وأربعمائة سنة عندما تولد الزهراء سلام الله عليها وفي الواقع تنقدح أنوار منها تضيء لأهل السماوات ما هي الفائدة من ذلك؟ أنت باعتبارك الآن مسلم باعتبارك مسلمة مؤمنة ملتزمة إذا وجه إليك هذا السؤال وسؤال بريء سؤال وجيه ما هي الفائدة من أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما تولد ينقدح نور من الأرض ويضيء أهل السماوات شنو هاي الفائدة؟ بالنسبة إلي الآن اللي أنا قاعدة أعيش في قرن الواحد والعشرين شنو اللي يترتب علي من أثر؟ الجوار التفيتوا هذا النور إنما أوجده الله تبارك وتعالى لأجل أن تأسى بفاطمة لأجل أن نبحث عن فاطمة لأجل أن نجد ظالتنا في فاطمة الزهراء هذا هو المراد عندما يشرق نور من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من فقط أنها ظاهرة كونية حصلت وحدثت لا لاحظوا إخواني وأخواتي الأكارم أحيانا الإنسان يكون مؤمن هو يؤمن طيب شيء جيد وأحيانا لا يقتصر على أن يكون مؤمن أخت المؤمنة بنتي الشاب عزيزتي الصغيرة التفتي إحنا نعيش في الغرب لابد أن نتحصن ونحصن أسرنا بحصن فاطمة بحجاب فاطمة وهذا ترى كلام موجه للآباء وللأمهات قبل أن نوجه هذا الكلام لأبنائنا وبناتنا لاحظوا أكو واحد يقول أنا مؤمن سؤال أريد أسمع منكم جوابها ما أريد أني أكون متحدث وحدي فرد واحد وحدة تقول أنا مؤمن امرأة تقول أنا مؤمنة هذا شيء جيد له ومو جيد ها شنو الأجود منه الأجود منه اللي ما يكتفي الإنسان أن يكون مؤمن لا وإنما يزرع الإيمان في قلوب الآخرين ها شوف لاحظ ما يكفي أن تقول أي نعم الحمد لله أنا مؤمن أصلي أصوم أزاول واجباتي حقوقي واحد يتجاوز هذا يزرع الإيمان بالرغم من أن ظلعه مكسور تزرع الإيمان بالرغم من أن باب دارها حرق تزرع الإيمان بالرغم من أن جنينها أسقط تزرع الإيمان تزرع الإيمان بالرغم من أن حقها قد غصب تزرع الإيمان بالرغم من أن بعلها قد ظلم أيهما هذا النور اللي ينبثق عند ولادة فاطمة الزهراء هذا النور اللي الله تبارك وتعالى أراده أن يعم الأرض اسمعوا يا شباب خليسمع العالم اليوم العالم والدنيا كلها لو تأتي إلى نور فاطمة لن تشلهم نور فاطمة من الحضير ولأخرجهم إلى ساحل النجاة هذا هو نور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لذلك كنت تشوف سؤال ثاني سؤال ثاني تشوف أكفد واحد لما تسئله شنو دليلك على وجود الله يقوم يجيب الأدلة ما شاء الله عليه ما شاء الله يجيب الدليل الأول البرهان الأمي البرهان الأمي برهان الحدوث برهان النظم برهان الوجداني برهان الضراهين ويدلل على وجود ماذا ها على وجود الله تبارك وتبارك موحد موحد جيد هذا شيء جيد لو مو جيد ها ياه الأجود منه على ضب طبق السؤال الأول لازم تجاوبون ياه الأجود من هذا ها الذي يزرع الإيمان والتوحيد في قلوب الآخرين لا يكتفي مجرد أن يكون هو جينه قلوا ياه لا يكتفي أن يكون هو مؤمن لا يكتفي أن يكون هو موحد لا يكتفي أن يكون هو مبرهن على وجود الله كل شيء جيد جيد لكن وين وين الأهم ها ها الأهم هو أن تزرع التوحيد في قلوب الآخرين الأهم هو أن تكون داعية لله بفعلك بسيرتك بقولك بتعاملك مع الآخرين هذا اللي سوت الزهراء سلام الله عليه هذا اليوم هذا الحجد الحجد الطيب اللي حضر في هذا المركز المبارك لأجل أن يبرهن ولأجل أن يثبت أنه على خطى فاطمة الزهراء وإن يتحدى بذلك عتاة الأرض وشذاذ الآفاق هذا هو الذي يريده الله تبارك وتعالى عندما تشرق الدنيا بنور فاطمة هذا مو حدث ثوكويني صاروا انتهى لا هذا حدث متكرر هذا حدث إلى إلى واقعية وإلى في الواقع أثر في حاضرنا وفي مستقبلنا إلى قيام الساعة زين خلي أدخل في صلب الموضوع محطات من حياة فاطمة الزهراء أريد إن شاء الله نستثمرها ونستفيد منها إخوة وأخوات المحطة الأولى التحمل في سبيل الله اليوم للأسف اليوم نسمع ونحن نعيش في الغرب وأدوجه لشريحة النساء أوجه الكلام لشريحة النساء الكريمات المؤمنات الصالحات اليوم للأسف المشاكل الأسرية زايدت نسبة طلاق ارتفعت ليش لازم يكون هذا الشيء شوفوا المحطة الأولى في حياتي فاطمة الزهراء من من تبدأ؟ من من تبدأ؟ تبدأ من الأبوين لاحظوا خل أقراركم هذا النص وإن شاء الله كلكم آذان صاغية وتستفيدون منه عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن خديجة لما تزوجت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هجرها نسوة قريش فكنا لا يدخلن عليها ولا يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها فاستوحشت خديجة لذلك وكان جزعها وغمها حذرا على رسول الله صلى الله عليه وآله يعني مو حذر على نفسها شوفوا لاحظوا أخواتي الكريمات قريش اقرأوا تاريخ خديجة هذه السيدة المباركة الطاهرة قبل أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وآله خديجة نسوة قريش كان كلهن يتقربن إلى خديجة لأن عدها مال وعدها جاه وعدها منزلة عندما اقتربت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرضت إلى المقاطعة هذه المقاطعة هل أثرت في خديجة؟ أبداً ليش؟ لأنها ما دامت على الحق أخت المؤمنة اليوم أنت بحجابك في الغرب تنشرين راية الإسلام أخت المسلمة اليوم أنت بعفافك تنشرين راية لا إله إلا الله وأنت تمشين في الأزقة والشارع وهذا شيء عظيم ما دمتي على الحق فلا تستوحشون تعدك المرأة صاحبة مشروع مشروع إلهي مقدس الله تبارك وتعالى جعل للمؤمن نور يا نور المستوحشين في الظلم نور المؤمن هو الأنس لذلك هذه المحطة الأولى تشوف المرأة الصالحة لما تكون في بيت أسرتها تريد تبني بيت تريد تبني ذرية تريد تأسس كيان لا يأخذها يمين وشمال المحطة الثانية التعامل الزوجوي الطيب هذا هم شيء جداً مهم لابد أن يكون بين الزوجين واليوم احنا بحاجة إلى ذلك إلى هذه الثقافة ثقافة بيئة للبيت لاحظوا المحطة الثانية التعامل الزوجوي الطيب ينعكس عن الأسرة هنا أردأ وجه كلامي لأخت المؤمنة يا أخت المؤمنة تعاملك مع زوجك هذا هو راح ينعكس على الأبناء أنت أخي المؤمن تعاملك مع زوجتك هو راح ينشئ ويربي الأبناء تربية غير مباشرة شوف علماء التربية يقولون عندنا التربية على قسمين مباشرة افعل لا تفعل صلي صوم وأكو تربية غير مباشرة تعامل الزوجان مع بعضهم البعض الآخر هذا في الواقع يزرع الأسرة الطيبة الصالحة لاحظوا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول خديجة سلام الله عليها فيما كان فناداء النبي بعذوبة كلامه وحلاوة منطقه الله الله عذوبة كلامه يعني رسول الله لمن كان يتكلم معي كان يستخدم أعذب الكلمات أحلى العبارات لاحظوا لمن البيت الأسري الزوجة تبادل زوجها بأحلى الكلمات والعبارات والزوج أيضا يبادل زوجته بذلك هذا شنو معنى هذا راح يصير تنشئ طيبة للأبناء هاي محطة المحطة الثالثة البنت أنس وعون في الأسرة خصوصا البنت اليوم للأسف بعض الأسر اتربي أبناء على الكسل تربي بنات على الكسل بنت عمرها ربما 12 سنة 15 سنة 14 سنة لا تحسن أداء أي شيء ما ينطوها إمكانية وقابلية أخت المؤمنة أم الصالحة لا ينبغي لك أن تصعيفين بنتك هكذا كسولة غير شغيلة لا تعرف تحسن أداء بيت إدارة بيت هذا خطر أنا أعلن الخطر هاي بعدين لما تتزوج ها تقع المشاكل طبيعي تقع المشاكل لأنها مسكينة ما متعلمة ما متعرفة لا تعرف شيء لا تعرف أسلوب الحياة لا تعرف أتكيت الحياة لاحظوا إذن المحطة الثالثة نأخذها درس من حياة فاطمة الزهراء هي أن البنت أساس في عون الأسرة لاحظوا اسمعوا هذا الحديث فلما حملت بفاطمة كانت فاطمة كانت فاطمة عليها السلام في بطنها شوفوا لاحظوا وتصبرها يعني فاطمة هي التي تصبر أمها سلام الله عليها اشقد عظيم هاي التربية أنه وهي في أحشاء أمها هي تصبر أمها وأيضا الشاعر جدا جميل يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خديجة وهي حامل بفاطمة الزهراء وسمعها تتحدث خديجة كانت قد تعرضت إلى مقاطعة نساء قريش قاطعنا خديجة لكن خديجة صمدت وتحدث كل هذه في الواقع الأساليب التي كانت تمارس من قبل الجاهليين دخل النبي عليها صلى الله عليه وآله وسلم سمعها تتحدث قال لها يا بنت خويلد لمن تحدثين أنت والبيت خلا قال أيا بنت خويلد لمن تحدثين أنت والبيت خلا فقالت الجنين في أحشاء يؤنسني حديثه قال بلى هي ابنت والبضعة الطهر التي قد فقدت في مثلها المماثلة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتأسين بسيرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والسائرين بسيرتها حتى تنعم حياتنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف هذه الغم عن هذه الأمة ونسأل الله لإخواني وأخواتي السلامة والعافية والتزديد والتأييد بتعجيل فرج إمام زماننا لشرف ذكره الصلاة بأرفع الأصوات الله صلو الله صلو فلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلو عليه صلو عليه واله اللهم صلو على الحور ما انسأت في الجنان دلالا والقلب أطرب للسرور وما أولا فقد ازدهى نور الهدى وتلالا والكوثر العذب المصفى سالا كرمين لخير الانبياء محمد الى الكون فاطم هو اللي سماها اله الكون اله الكون فاطم هو اللي سماها 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 وسمت بالنور يا محل يا محل سماها الهي 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 الكون الكون هو اللي سماها وسمت بالنور يا محل سماها اهي جنة وعلي حيدر اهي جنة والله وعلي حيدر سماها سماها وحسن وحسن لنجوم وي اهي زهية طلوات وعلي كرامة فاطمة الزهرة لبتها والله لبتها قصد جبريل يخدمها والله قصد جبريل يخدمها لبيتها لبتها تهاني اللي لقد ملها والزيانب سلام الله عليها والله تهاني اللي لقد ملها لبتها لبتها وبارك زيانب امها وبارك زيانب امها الزجية صلوات اللهم صلي على عم وعلي شم النار اللي يحب نعطور بهالموليد شمن شمن خدمة فاطمة الزهرة سلام الله على الزهرة هنيئا لكم خدمة فاطمة الزهرة شمن شمن اللهم الفضلها ان شاء الله يلتم الفضلها ان شاء الله يلتم شمن ونحي بكربلة حفلة الزجية صلوات هدية هدية الزهراء هدية الله لرسول الله صلوا على محمد وآل محمد هدية هدية من البار هدية نور الزجية من البار هدية 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 من البار هدية من البار هدية ايه نور الزجية من البار هدية من البار عفية ويايا هدية هدية من البار هدية من البار يلا نور الزيجية من الباري هدية من الباري فاض على الأكوان من شعظواه من شعظواه بالكثر اليوم يتباه طاها والله يتباه عفية فاض على الأكوان من شعظواه عفية بالكثر اليوم يتباه طاها عمي ومعيد الحور في مولد النور ومعيد الحور في مولد أعلى ومعيد الحور في مولد النور واجمل تحية واجمل تحية هدية هدية من الباري هدية من الباري عفيا نور الزيجية من الباري هدية من الباري أعلى هدية هدية من الباري هدية RIS عفيا نور نور الزيجية من الباري هدية نزلت على الناس جنب خدرها من طه يشتاك يشتم عطرها والله يشتم نزلت على الناس جنب خدرها جنب خدرها من طه يشتاك يشتم عطرها يلا هايم والابرار مستودع اسرار هايم والابرار مستودع اسرار وجمل هدية وجمل هدية يلا هدية هدية من الباري عفية من الباري نور الزيجية نور الزيجية من الباري ايه من الباري بيها الوفايدور بيها الوجاهة بيها الوجاهة رب العرش قال يرضى الرضاهة عفية بيها الوفايدور بيها الوجاهة عفية رب العرش قال يرضى الرضاهة يلا هيا الوسيلة وام العقيلة هيا الوسيلة وام العقيلة نشمي هيا الوسيلة وام العقيلة واجمل هدية واجمل هدية 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 من الباري هدية من الباري هدية نور الزيجية نور الزيجية من الباري هدية من الباري ايه جنه من الاثار بضعت نبينا عيني بضعت نبينا يلحبها مفتاح باب السفينة باب السفينة جنة من الإثار بضعة نبينا عيني بضعة عفية يلحبها مفتاح باب السفينة من تصعد الناس يزقيها عباس من تصعد الناس يز... إيه من تصعد الناس من تصعد الناس يزقيها عباس وجم الهدية وجم الهدية هدية هدية من عفية من الباري نور الزيجية نور الزيجية من الباري إيه بالكوثة رايات واضح ذكرها عفية بالآخر يفوز كل من يسرها عفية بالكوثة رايات واضح ذكرها ذكرها بالآخر يفوز كل من يسرها هاي هي هي الشفية هو هي الشفية حافية هي الشفية وجم الهدية وجم الهدية هدية هدية عفية هدية نور الزيجية من الباري هدية بيات الاخير هدية هدية عفية من الباري هدية نور الزيجية من الباري يلا مشتاق القلوب للمهد بنها للمهد يلا مشتاق القلوب للمهد بنها ليش ما اسمع بعد مشتاق القلوب للمهد بنها هذا البيت الاخير اريد اعلى منو عنده حاجة يسمعني مشتاق القلوب للمهد بنها والله ونشاركو يا فكت حزنها يلا مشتاق القلوب للمهد بنها والله ونشاركو يا فكت حزنها من اخذ الثار بالجنة نختار من اخذ الثار بالجنة نختار من اخذ الثار بالجنة نختار اجمل هدية اجمل هدية 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 نلباري هدية نلباري هدية نور الزيجية نلباري هدية نلباري اعظام هدية صلوات